السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوديوهات التحليل للجزائر في الجزائر البلد الشقيق الغالي مبارح حبيبي كتير قوي بعد تحليلي للمباراة الجزائر وأغاندا ناس كتير جدا في التعليقات قالوا لك يا كابتن اتفرج على تحليلات الاستوديوهات الجزائرية بيقول وإيه أنا ما بحبش أن أنا أتفرج على حد والحاجات دي بصراحة يعني كل واحد وليه شخصيته وكل واحد وليه وجهة نظره فبالصدفة والله صهي بالصدفة ظهر لي فيديو كده ظهر فقلت ايه افتقرت كلام الناس فقلت أشوف دي أو اللي حاجة ما قدرتش أكمل ما قدرتش أكمل الفيديو لا عدل ولا دعم منتخب الجزائر مش عايز منكم السوئات التحليلية الجزائرية مش عايز منكم دعم بس عايز منكم عدل يبقى فيه انصاف يبقى فيه كلام الواحد يعقله يعني أنا في تحليلاتي لا بجامل ولا بطبل ولا بطبطب على حد أنا من 3-4 ايام كان فيه مباراة منتخب الأولومبي الجزائري في فرنسا في بطول الطولون اتغلب قابليها من اليابان واتغلب من كولومبيا أنا في التحليل قلت لا يستحقوا يلبسوا تشيرت الجزائر تحليل قاسي تحليل قاسي وانا قلت انا كنت قاسي جدا في التحليل بس اللي طلع من جوايا قلته اللي طلع من جوايا قلته ما بعرفش أطبل لما شفت تحليل الإخوة الاستوديوهات أولا أولا بيقولوا إيه في اللي يقولك بعد خروجنا الكارثي من كاس العالم الكارثى المزيح قال كلمة كارثى دي حوالي دي خلاص بقل فت يا عم عد أنت دلوقتي بتحليل المباراة المزيح ح clergy بعد الكارثى اللي حصلت من خروجنا من كاس العالم بعد الكارثى قالها 3-4 مرات في دقيقة كارثى كارثى كارثية ما خروجنا من كاس العالم هي مصر ولا الجزائر ولا تونس كاس العالم نوصل للقابل النهائي وخسرنا كاس العالم بهدف يا عمد احنا بنروح كاس العالم ضيوف وبنرجع والكاميرون اللي كسب الجزائر او صعد كاس العالم الكاميرون هي من اكتر البلاد الافريقية عملت شكل كويس في كاس العالم هي والسنغال خلينا يا صار كارسة الخروج يعني احنا بنروح كل يوم كاس العالم دي حاجة الحاجة التانية ما بيذكروش اسم جمال بالماضي يعني هما استوديوات تحليلية جزائري يقولك المدرب الناخب يعني ميقول جمال بالماضي ما هو دي انت طلع تحلل في الاستوديو وجاي تحلل في استوديو جزائري على متخب الجزائر ومش حابب الموديل الفني ما تروحش خلي عندك قرامة ما تروحش تحلل لو انت كاره المدرب ما تروحش انما تطلع وما تذكرش اسم الموديل الفني دي مصيبة مش تمام بعد كده معلق اسمه محلل اسمه بن شيخ طبعا ما احترامي للجميع بس بن شيخ انا ما عرفش يعني ما عرفش ما اسمعش انا اسمع عن رابح ماجر مغارية النجوم الكبيرة بتوع الجزائر افضل اقول هولك حافظهم لما بن شيخ انا يعني انا عن نفس مصطفى لقيته بيقول ايه بن شيخ مباراة مملة 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 قالها مثلا ايه والله قال كده المباراة مملة بيكلم على المباراة اغندا مش عارف يا يا بن شيخ يا شيخ حرم عليك مملة ايه ده الجزائر بعد الظروف الخروج صدمتين من بطولة افريقيا وخروج من كاس العالم ان يرجع مع الدعم الجماهير الرائع يا ريتكو تعملوا زي الجماهيركو الشعب الجزائري بيدعم وانت ما بتدعموش يرجع جمال بالماضي ونشوف مباراة هجومية وشكل هجومي واحراز هدف وتضيع فرق والفريق التاني واقف محطوطو فيه رتن اداء فيه عيوب اه فيه عيوب انا قلت في التحليل المبارح قلت في اللاعب الوسط اللي بيكمل مع اسلام سلماني مش موجود وفيه آآ غزال اللي لعب مكان محرز وآآ زرقان ما كانوش عاجبني كان فيه دفهات في ولما اتكلمت على التحكيم قلت ضربت الجزاء صحيحة لان فيه اخطاء طول عمرها بشوفها في الجزاء في القارة السابتة والرجل ما شافش القرى وركز مع المهاجم وعمل ايده كده اليمين انا شايف ان ضربت الجزاء صحيحة لكن الحكم المصري كان ظالم الجزائر لان كان فيه ضرب جامد قوي من اول دقايق كان مفروض الحكم يطلع كروطه وكروط حمرة كمان كل حاجة بقولها بس اللي انا شفته من السيدات التحلية الجزائريين مع احترامي طبعا ليهم لا دعم ولا عدل يا عمي مش عايزين دعمك بس اقول كلام حقيقي انا اتفرجت على المغرب في مطشا امريكا المغرب كان ممكن يتغلب 6-0 بس قلت ايه معلش اول مباراة اول تجمع بعد شهرين اللي اكيد المغرب هيتعلم من اخطاقه تونس شط الاولاني مع غنية كان زفت قلت معلش اول مباراة وبرضه الرجل هيصلح اخطاقه وهكذا انت ابن بلدك مدرب الجزائري جمال بالماضي وولاد بلدك اول ما تطلع تتكلم تقول مطش مملي مملي لا يا رجل لا 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 ده افتره مطش كان كويس فيه رتم سريع فيه فترات الرتم وقع وده طبيعي ده طبيعي لعيبة جاية مكسورة ومهدومة ومكسوفين ده هم قدروا يلعبوا ويجيبوا جنين علشان الدعم الكبير بتاع الجماهير علشان فيه ناس وقفت معاهم فقدروا يلعبوا مباراة قويسة ما بقالكش المباراة حلوة كلها فترات كان الجزائر رائع وفترات كان الجزائر وقع شوية انما لازم تقول العادل يا اخي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة سلام عليكم